في تصريح خاص لمركز الأخبار بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية أكد سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار أن القطاع الثقافي في مملكة البحرين يتجدد كل عام بما يعكس التنوع والغنى التاريخي لمملكة البحرين بفضل الرؤية الملكية السامية التي تسعى هيئة الثقافة والأثار لترجمتها على الدوام للارتقاء بالقطاع الثقافي في كافة مجالته في هذه المناسبة الوطنية العزيزة علينا جميعا تقدم بإسم آية التهاني والتبركات للمقام السامي صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسيدي صاحب السمو الملكي والعهر رئيس مجلس الوزراء وشعب البحرين هذا العام نحتفي بالأعيار الوطنية بحل استثنائية تزامنا مع الذكرى الخمسة وعشرين لتولي سيدي صاحب الجلالة المقرير الحكم واحتفالات المملكة خلال العام الماضي بهذا اليوبيل والإنجازات التي شهدناها جميعا خلال هذا العهد الزاهر الميمون لله الحمد للقطاع الثقافي في مملكة البحرين كل عام يتجدد ويعكس التنوع والغنى التاريخي والثقافي في مملكة البحرين بفضل الدعم اللامحدود من القادرة الحكيمة في المجالات المتعددة هيئة البحرين للثقافة والأثار تترجم على الدوام الرؤى الملكية السامية والتوجيهات من قبل سمولي عهد رئيس مجلس زراء بالارتقاء بالقطاع الثقافي سواء كان الفنون الأدبية الشعرية التشكيلية المسارح الموسيقى والأثار والتراث بشكل عام هذه القطاعات تشكل جزءا أساسيا من هويتنا البحرينية التي دائما ما نؤكد على ضرورة حمايتها والترويج لها سواء في المحافلة الوطنية والدولية هيئة البحرين للثقافة والأثار تشتغل مع الشركاء سواء من المجتمع المحلي أو منظمات الدولية لإبراز هذا التراث وهذه الثقافة المتنوعة التي انفردت بها مملكة البحرين البحرين دائما كانت ملتقى للثقافات منذ العظور القديمة إلى تاريخنا المعاصر هذه الروح المتوارثة تمتاز بها مملكة البحرين والله الحمد أصبحت اليوم مثالا يحتذا به على المستوى الدولي ترجمة نانسي قنقر